قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارات ميدانية إلى عدد من المدارس الحكومية في مختلف المحافظات حيث التقى أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية في أول يوم لعودتهم إلى المدارس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2016-2017 وفيما اطمأن الوزير على سير العمل بالصورة المطلوبة أشهد بالدور الحيوي الفاعل ليطدل به كافة الممارسون للتربويون في الميدان ولسيام المعلم بصفته العمود الفقري للعملية التعليمية وأكد أن الوزارة تولي أهمية بلغة في كل عام دراسي بتطوير مناخ العمل المدرسي وعبر خلق بيئة تربوية تعاونية مريحة تعزز من أداء المدارس وتحسن دور العمل قدر الإمكان مبينا في الوقت ذاته أن الهدف من تحديد موعد عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس قبل الطلبة بفترة كافية يتمثل في تهيئة البيئة المدرسية المناسبة لاستقبال الطلبة فضلا عن إعداد الجداول التدريسية وتوزيعها على المعلمين وعقد الاجتماعات وورش العمل التحضيرية ولفت إلى أن الوزارة وبدعم من القيادة الحكيمة قد استكملت كافة الاستعدادات المطلوبة للعودة المدرسية وذلك لاستقبال أكثر من 140 ألف طالب وطالبة من بينهم أكثر من 10 ألف من الطلبة المستجدين وذلك في 208 مدارس فضلا عن 18 ألفا من المعلمين والإداريين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر